موسيقى التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة موجز لآخر الأخبار من قناة ثن أهلا بكم تغلق اليوم الهيئة الوطنية للانتخابات ببطلق اعترادات المرشحين على بعضهم البعض وذلك في الخامسة مساء هذا ولم تتلقى الهيئة بعد انتهاء اليوم الأول أي اعتراد من المرشحين ووفق الجدول الزمنية الذي وضعته فإن الهيئة تقوم خلال خمسة أيام القادمة بفحص طلبات الترشح والفصل في الاعترادات في حال ما إذا قدم مرشح اعتراد على الآخر وفي حال استبعاد الهيئة لمرشح عليها أن تخطره بقرار الاستبعاد وأسبابه وذلك خلال السادس من فبراير الجاري نفت وزارة البترول ما تردد عن تحريك وزيادة أسعار المنتجات البترولية موضحة أن ما يتردد عبر بعض المواقع الإلكترونية محض شائعات كما أكدت الوزارة في بيانا صحفي أمس على توفر المنتجات البترولية المتنوعة بكافة منافذ التسويق وفق الأسعار المعمول بها في السوق حاليا كما أهبت الوزارة بالمواطنين تحر الدقة وعدم القلق حيال ما يردده البعض مستهدفين إحداث حالة من البلبلة قرر مدير نيابة قسم الثاني بنها إخلاء سبيل كل من مدير المستشفى الجامعي ببنها السابق ومسؤول الترخيص بمجلس مدينة بنها بكفالة عشرة ألاف جنيه لكل منهما كما قررت النيابة إخلاء سبيل مدير الإدارة الهندسية ومشرف المصاعد بالمستشفى دون أي كفالة مالية وذلك في حادث سقوط مصعد قسم الجراحة بالمستشفى من الطابق السابع يوم الثلاثاء الماضي والذي راح ضحيته سبعة أشخاص إضافة إلى مصاب في حالة سيئة أوفدت السعودية والإمارات وفدا عسكريا إلى عدن للقاء أطراف النزاع الدائر هناك بين القوات الحكومية وميليشيات خارجة عن الشرعية وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية فقد التقى الوفد بالأطراف المعنية وأكد على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار الذي دعا إليه التحالف عقب بدء المعارك داعيا إلى نبذ الاقتفال بين أبناء الشعب الواحد والتركيز على دعم جبهات القتال لتخلص اليمن من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران رحبت دمشق بنتائج مؤتمر الحوار الوطني السورية الذي عقد في مدينة سوتي الروسية وأكد مسؤول في وزارة الخارجية السورية أن البيانة الختمية لمؤتمر سوتي هو اللبنة الأساسية في المصاري السياسي والقاعدة الصلبة التي سينطلق منها أي حوار أو محادثات قائلا إن البيانة أكد على حق الشعب السوري في اختيار نظامه السياسي والاقتصادية كما أكد على الحفاظ على القوات المسلحة لتؤدي مهامها في حماية الحدود الوطنية أعلنت دانا وايت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون العلاقات العامة أن ما تقوم به تركيا في منطقة عفرين لا يخدم مصار عملياته دول التحالف الدولي في محاربة الإرهاب في سوريا وأوضحت دانا أن وزارة الدفاع الأمريكية تواصل اتصالاتها بتركيا من أجل أن تضع حدا سريعا لعملياتها في عفرين أعربت فرنسا عن بالغ قلقها إزاء قرار السلطات التركية مواصلة اعتقال رئيس الفرع التركي لمنظمة العفو الدولية تانر كيليتشا وذلك على الرغم من صدور قرار مسبق بالإفراج عنه وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن بلادها تجدد مطالبتها بالإفراج عن المسؤول الحقوقية دعاية تركيا مجددا إلى احترام التزاماتها الأوروبية والدولية في حقوق الإنسان والحرية الأساسية اختام الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة